السلام عليكم هناك ميزة رائعة في استراتيجية المحيط الأزرق أخواني الأفاضل وهي أنها تعمل على استغلال الطلب الجديد بينما استراتيجية المحيط الأحمر تعمل على استغلال الطلب الحالي فإذا أحببت أن توسع من دائرة عملائك وأن تكبر من الحصة السوقية الخاصة بشركتك مشروعك أو منظمتك فعليك أن تتبنى مفهوم استراتيجية المحيط الأزرق لبناء عملاء جدد أخواني الأفاضل أو إيجاد طلب جديد وبالتالي تزيد من حصتك السوقية واكسر حاجز المحيط الأحمر الذي أنت متقوقع به أخي الفاضل وتبنى هذه الاستراتيجية من أجل نمو وأرباح وإرادات أكثر وأعلى وخليك معي في هذه السلسلة إن شاء الله معلومة عن استراتيجية المحيط الأزرق كل يوم بإذن الله تعالى على الإنستجرام الخاص بي والقناة وخلينا إن شاء الله نتبع مع بعض من أجل تطوير المزمس الخاص بنا والمشاريع والأعمال لهذه السنة من أجل ت mile رجل أكبر والمشاريع والأعمال لهذه السشرية